اشتركوا في القناة وعليك أحسن القطط بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين موقع الدرر السنية مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا وإياكم في هذه المسيرة المباركة لأنبياء الله في أحسن القصص نتذاكر ونعيش ونأخذ العبر والعظات ونحن في أجواء هذه القصة العظيمة للكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فإذن لما اجتمعوا عنده ودخلوا عليه الديوان أراد يوسف أن يدخل السرور على قلب أخيه وأن يطرد الحزن منه جراء الفرقة التي كان إخوانه سببا فيها فقد حرموه من أخيه الأصغر وحرموا أخاه الأصغر منه ولنا أن نتصور ذلك السرور العظيم بين الأخوين الشقيقين الحبيبين الذين فرق بينهما كيدوا وحسدوا إخوانهم الآخرين لقاء بعد سنين من الحزن ولأول مرة والدهشة الآن من الأخ الأصغر وهو يستدعى من قبل الوزير ويخلو به جانبا وكل الذي في سمعي وعقل وذاكرة الأخ الأصغر أن الذئب افترس يوسف على كلام إخوانه وإن كان أبوهم عندهم شك كامل في روايتهم والله المستعان على ما تصفون فإذن خلى يوسف بأخيه وعرفه بنفسه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يفعلون لا تصاب بالهم والغم والحزن لا تبتأس فقد أفشل الله سعيهم وخيب خطتهم وها أنا حي أجتمع بك مرة أخرى بعدما أرادوا تفريقنا ولم يكن الوقت مناسبا بعد ليكشف يوسف عليه السلام عن شخصيته لبقية إخوانه فاكتفى بأن يكشف الحقيقة لأخيه الأصغر وهكذا أراد أن يبقى أخوه معه فما هي الوسيلة والحيلة لإبقاء الأخ الذي حرم منه طويلا ويريد الآن أن يكرمه وأن يعوضه عن أشياء فاتته من سنوات الحرمان يريد يوسف عليه السلام أن يستأنس بأخيه بعد الفرقة الطويلة لا بد من مكث واجتماع طويل يعوض ما في النفس من الشوق ويعوض النفس عن الحرمان الذي حصل ولذلك توصل يوسف عليه السلام إلى قصده بحيلة مباحة فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية يعني الإناء الذي يكال به في رحل أخيه فكيف أخذ يوسف عليه السلام أخاه وما هي الحيلة الشرعية هو لا يريد أن يأخذه على دين الملك الجاهلي يريد أن يأخذه على شريعة يعقوب عليه السلام وكان في شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يؤخذ عبدا عند المسروق منه فإذن الخطة تقتضي أن يتهم هذا الأخ الأصغر بالسارقة ليأخذ عند المسروق منه وحتى يتهم بالسرقة لا بد من دليل مادي مقنع ولذلك جعل السقاية في رحل أخيه دسها في متاع الأخ الأصغر في رحله والآن سينادي المنادي فجأة وهم على وشك الرحيل والمغادرة أذن مؤذن فجأة وصوت مصوت وأعلن معلن أيتها العير إنكم لسارقون أيتها العير يا أصحاب هذه الجمال والرواحل إنكم حرامية إنكم لسارقون وفوجئ إخوة يوسف عليه السلام بهذه التهمة قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وهم في روعة ماذا ضاع منكم ما قالوا ما الذي سرقناه لأنهم يجزمون تماما أنهم أبرياء من السرقة الآن عندهم تأكيد أنهم أبرياء قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك إذن هذا الصاع الذي يكال به قد فقد وأنتم آخر ناس كلنا لكم به والصاع كان بحضرتكم في آخر الأمر واختفى فإذن أنتم المتهمون به ولعل يوسف عليه السلام تولى بنفسه هو دس هذا الصاع والغلمان نادوا عند فقده لأنهم بالتأكيد مسؤولون عنه وسيكيلون به للناس وتم الإعلان عن مكافأة للمفقود ولمن جاء به حمل بعير إضافي كامل إنها جائزة مغرية ولمن جاء بهذا الصاع ووجده حمل بعير هذه قضية الجعالة التي يذكرها العلماء وهي جعل جائزة مال شيء معين على عمل وهو البحث عن مفقود مثلا والفرق بينه وبين الإجارة ليس في المقابل المقابل في الإجارة معلوم والمقابل في الجعالة معلوم ليس في جهالة المقابل لكن في العمل الإجارة العمل محدد بساعات مثلا لكن هنا الجهد الذي سيفذله من يجد المفقود غير معلوم فقد يجد المفقود بعد ساعة وقد يجده بعد شهر وقد يجده بعد سنة وقد ينفق للبحث عنه عشرة وقد ينفق ألفا وقد ينفق عشرة آلاف وقد يستنفر معه وآخرين وقد يعثر عليه وحده ولذلك في الجعالة ما في اتفاق على تفصيل العمل الذي سيقوم به من يبحث عن المفقود مثلا وإنما لا بد من وجود الجعل المحدد المقابل ولذلك قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير مثل هذا مثلا من وجد ضالة فله ألف فيجعل له مبلغ مقطوع على فعل معين ولمن جاء به حمل بعير وحمل البعير محدد وأنا به زعيم يعني ضامن وكثيل فهذه أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أبواب من أبواب الفقه قد اجتمعت في هذه الآية وهي الجعالة والضمان والكفالة ترجمة نانسي قنقر